اشتركوا في القناة الوطني لمكافحة الارهاب رئيس الوزراء يناقش ملف الاقتصاد الاخضر والسفارة البريطانية تطلق اسبوع مصر الافتراضي والكاف يعلن الموقف النهائي بشأن حضور الجماهير في نهائي دور ابطال افريقيا ومن العنوين الى تفاصيل الاخبار اهلا بحضراتكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة الى الرئيس الامريكي جو بايدن وذلك بعد اعلان نتائج الانتخابات الرئيسة الامريكية واكد الرئيس في هذه المناسبة على التطلع للتعاون والعمل المشترك من اجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ريتشارد مور رئيس المخابرات البريطانية وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة وكذلك السفير البريطاني بالقاهرة وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رياسة الجمهورية بان الرئيس رحب بالمسؤول البريطاني وطلب منه نقل التحية الى رئيس الوزراء بوري جونسون مؤكدا الاهمية التي تليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون بين البلدين بمختلف المجالات خاصة على الصعيد الامني والاستخبارتي من جانبه نقل رئيس المخابرات تحية رئيس الوزراء بوري جونسون معربا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون بناء وعلاقات وثيقة كما شهد اللقاء التباحثة حول سبل تعزيز التعاون الامني بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك خاصة على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط وكذا الازمة الليبية اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والبترول وقائد القوات البحرية ورئيس شركة ديمي البلجيكية للتكريك وتنول الاجتماع متابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة ديمي في مصر بما في ذلك المخطط الشامل لتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء ووجه الرئيس بتكامل مشروع تنمية البحيرة مع الاطار الاستراتيجي لتنمية سيناء وتوفير عوامل نجاح المشروع كافة خاصة الدراسات الفنية وجدارة الإدارة كما شهد الاجتماع استعراض المخطط العام للمشروع والذي يهدف إلى استغلال الثروة السمكية ببحيرة البردويل وتطويرها والذي تم صياغته بالشركة مع أكبر مكاتب الخبرة العالمية فضلا عن عرض العوائد الاستثمارية المنتظرة من هذا المشروع أقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الدفاع مارك إسبر وعين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرا للدفاع بالوكالة وقال ترامب في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر إن إعلان كريستوفر سيميلر المدير الذي يحظى باحترام كبير من المركز الوطني لمكافحة الإرهاب سيكون وزيرا للدفاع بالإنابة على الفور مضيفا أن كريس سوف يقوم بعمل رائع وإن مارك إسبر أتم إنهاء مهامه موجها الشكر له على ذلك ذكرت مصادره في بيان عن استفارة البريطانية بمصر إنه استمرار للجهود المعنية بتوطيب العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة وتفعينا لمزيد من الاتفاقات وفرص التعاون بين البلدين سيتم إطلاق فعليات أسبوع مصر الافتراضي من التسع من نوفمبر وحتى الثاني عشر من نوفمبر الجاري وأضف البيان أن الحدث منظم من خلال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال وغرفة التجارة المصرية بالتعاون مع سفارة مصر في بريطانيا وإدارة التجارة الدولية بمصر من جانبه قال خالد نصر رئيس الجمعية المصرية البريطانية إن مصر تلعب دورا محوريا على مستوى التجارة الدولية في المنطقة مشيرا إلى ضرورة التأقلم مع التحديات الجديدة التي يفرضها الواقع والتحول إلى النمط الرقمي كما رحب السفير جيفري آدمز بهذا الحدث باعتباره علامة واضحة على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة ومصر معربا عن أمله في أن تؤدي التبادلات والمحادثات إلى مزيد من التعاون في المستقبل وفي أخبار الرياضة أكدت مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أن نهائي دور أبطال إفريقيا بين الأهل والزمالك المقرر إقامته في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري سيكون دون حدور جماهيري مؤكدا أن الكاف يرى أن الحدور الجماهيري في الوقت الحالي سيكون أمرا صعبا في ظل انتشار فيروس كورونا بقوة وأضاف أن المباراة يتبقى لها ما يقرب من 17 يوما وقد يتغير موقف الكاف حال هبوط أرقام إصابات كورونا واستقرار الأوضاع وفقا لمؤشرات الصحة العالمية مشاهدينا انتهت نشرة الأخبار ولكننا ما زلنا مستمرون مع حضراتكم حول مناقشة بعض الموضوعات الاقتصادية بعد هذا الفاصل ابقوا معنا شكرا